السلام عليكم. النهاردة هناخد نظام دعم اتخاذ القرار او decision support system. هنشوف مثلا على كده برنامج اسمه اليومنا. ده الموقع بتاعه. بتقول له download. اليومنا.com. اول ما بتحمله بيزهر معاك البرنامج بالشكل دوت. فبقول له file open model. بتلاقي هنا example. بيديك بعض الامثلة كتير جدا حاجات هندسية حاجات في الريسك اناليسيز. خلنا ناخد مثال بسيط. ولكن مسلا انت محتار تأجر ولا تشتري. تمام? يعني مسلا عندك فيلا مسلا عايزت تفتح مكتبها تأجرها ولا تشريها. فده طعم بتوقف على بعض العوامل. انت مسلا مخططت الفترة ادي ايه. المعدل ادي ايه. اللي جور الشهر ادي ايه في مسلا ان هنا الف وموتين دولار. طب لو انت تشريها تدفع ادي ايه. وبعد كده بتقول له كالكوليت فهو بقى بيبدأ يحسب لك التكلفة بحيس انت تشوف لو انا شريتها هيبقى النظام هيبقى عامل ازاي? ايه لو اجرتها هيبقى عامل ازاي? طبعا لو غيرت الرقم. قلت دي مسلا الفتنمية مسلا اللي جور. وهتلاقي شكل اختلف. وهكذا الفكرة كلها ان انت بيساعدك في اتخاذ القرور. هل تشايف انت الشراء افضل ولا الايجار? طبعا في حاجات اكترى بتساعدني في حاجات زي كده. هو انه بطول مثلا ازهر للديجرام فبيقول لي اه طيب الشراء يبقى عامل ازاي? كستو باي? طيب ايه العامل اللي هتدخل في موضوع الشراء? ايه العامل اللي هتدخل في موضوع الايجار? وهكذا. دي حاجات بتساعدني في اتخاذ القرور.